اهلا بحضراتكم من جديد في الغربال الدور والمسئولية والحقوق المعطلة اما الدور فهو الدور للنادي الاهلي دور الاهلي في خدمة مجتمعه في خدمة وطنه في الاسهام بافضل العناصر واكثر العناصر في خدمة المنتخبات الوطنية من وقع مسئوليته العامة والوطنية ما عرفش متوفر للبعض ارقام اللعيب الدوليين اللي النادي الاهلي بيقدمها للمنتخبات في كل الالعابة باش مانتس انا رفلي كده اه حسبتها اه وحسبتها من وقع ارقام يعني رسمية ايه طالعن الالعاب الفردية تساهم بحوالي 125 لاعب او اكتر او ما بين سباحة العاب ماء يعني العاب ماء عندك 27 لاعب دولي من الاهلي والعاب قوة حوالي 22-23 العاب القوة لو خرجت من النادي الاهلي تموت اه 22 لاعب دولي من النادي الاهلي والكاراتير 27 لاعب و27 لاعب من الكاراتير من الالتلات العاب فقط وفيه العاب اخرى طبعا ملحيتش اجيبها لكن اه مثلا تنس الطاولة تسع لعيبة المنتخب كله اه تقريبا ولاد وبنات تقريبا اه يعني معظم المنتخب اه لقيت بقى التصنيف اللي بتوصله اللعبة تنس الطاولة انت بتكلم على فوق تسعين في المئة التنس والسكواش اربع خمس لعيبة ست لعيبة وحتى يعني مش الكم بس الكيف كمان الكيف لما انت عندك ميار شريف المارضة ميار شريف مصنفة عالميا في التنس لان الحقيقة هناك مبدأ اعطيني مع العبن اعطيك بطلا فالنادي الاهلي حريص جدا جدا على البنية التحتية حريص ولذلك طيب بص تلاقي ان اول ما المجلس جه الحالي قادة حملة مش انشاء ملاعب جديدة فقط وتطوير القديم اي فاصبحت فيه عند القاعات جنباز على اعلى مستوى اي اصبح عندك قاعات للالعاب النزالية المارشل ارد اللي بيسموها الكاراتي والحاجات اللي هي عندك التانية اصبح عندك ملاعب تنس باعداد على الافرع كلها تسمح بان ما تبقاش فقط للممارسة او فقط للبطولة لا تستوعب للبطولة والممارسة للأعضاء حمامات السباحة وتطويرها في مدينة ناصر اي انك وانت بتهايئ احسن السبل للعيبة بتوعك السباحين والفرق الرياضية شوف صالة تنس الطاولة دي اللي انا بكلمك عليه اه دي تحت مجمع حمام السباحة في مدينة ناصر مفيش حاجة كده في العالم مفرخة ابطال من يوميها اه انت بحيطة تانية بالزبط اللي عندك بتنافس بعضها التالت مراكز الاولى في افريقيا والبطولة العربية بتاعك حتى في افريقيا والبطولة العربية انت عارف هانا جودة عملتش الاسبوع اللي فات اه سيبك بقى من افريقيا كمان ان اللي بطولة الجمهورية تحت 17 وضيبي وهانا جودة اول وتاني افريقيا اه لا دي هانا جودة 15 17 19 سيدات اه اذا انت بتعمل حاجات وبتقدم لوطنك مش منا ولكن بفخر ايوه احنا اللي بيتمنى علينا ايوه ان المنتخب مصر بيلاقي ضليته عندنا احنا اللي بنفرح انا انا يعني كل ما بسمع الصديق العزيز معتز عشور رئيس الاتحاد تنسى الطولة في كلامه عن الاهل ودوره في تنسى الطولة ما شاء الله يعني تقدر تدئيس فعلا حجم اللي الاهل بيقدمه للعبة اه كل كل الامكانات دي اه ما هي امكانات توفرها النادي الاهل من موارده ايوه ولكن احيانا وهذا هو المطلوب تتدخل الدولة تدعمك في بعض المنشآت ليه لانك انت مواردك قد تأتي لحظة موجودة ومش موجودة هقول لك اللغزة ده بس شوي لانه هو ده مربط الفاصل طيب الفارض يعني هقول لك حاجة بس معلش المبنى اللي هو الاداري الوزير السابق خالد عبد العزيز اه اه مجمع الاسكواش توفر مجمع الاسكواش اه في الجزيرة في الجزيرة هو كان رئيس صدوق الاهل وانا كنت بتكلم معاه ما تساعدونا من احنا عايزين نتشطى بالمبنى ده وبتاع ففي الوقت ده جيه وزير اه فاكتشف ان فيه حقوق للنادي الاهلي في البس والرعاية والمش عارف ايه معطلة اه لان كان وقتها بالوزارة المالية بتدي اتحاد الازاع وتلفزيون واتحاد الازاع وتلفزيون بيوزع اي حوائد البس اي فما كانتش بتوصل للاندية اه ده 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 المبنى بتاع الشيخ زاد لا ده ده الشيخ زاد بيعمل اربع صلات حاجة مرعبة حنشوفها كمان شوي اه ففدانا حاجة واحد وعشرين مليون اه متأخرات مستحقية ماهو ده دعم اما ديك حقك ده دعم ايوه وساعدنا بحوالي 11 مليون ولا اه 13 مليون مش متذكر في استكمال المبنى الاداري اه المبنى الاداري وده لزمالك 23 مليون عشان يعمل بنيته التحتية وهو ده ادي كل الاندية في استثمار البنية التحتية بالزبط بالزبط انا بقولكش الديني عشان اصرف مكافآت اه انا بقولك الديني اطور شوف الملعب عاملة ازاي اه شوف الملعب عاملة ازاي ودي تستخدم شوف كيف يمارس الاعضاء وابنائنا واكاديمياتنا اه الرياضات المختلفة لما يكون النادي اللي قال لهم 210 مليون جنيه مستحقات ليدا الراعي 210 مليون اه هدول انت عايزهم عشان تصرف بالزبط فيبدو عشان تافي بالتزاماتك ابص حمام السباح عامل ازاي 210 مليون الشيخ زيد شوف المنظر شوف المنظر شوف ادارات البنوك كل دي انشاءات جديدة اه معه انت وانت بتبني البطولات وبتبني الملاعب بتبني خدمات الاعضاء ما تقدرش تاخد فلوس الاعضاء يعني معظم عشان كده ولك بتصرف على الاعضاء دلوقتي اي فادييني ادييني الرعاية والديني البس عشان نقدر نصرف على اه منشآت 210 10 مليون اه في 150 يستحقوا فورا وفي 60 ممكن يعني على اخر السنة يبقوا مستحقات مستحقات الاهلي لدى الشاركة اه لحد اخر السنة في 150 النهار ده متأخرين كان لازم ان اكون واخدهم طب انت بتروح لنادي اخر منافس بجاه ده مشكور ما بنقولكش ليه بتعمل كده لحنا عايزين بتعمل كده مع الكل اه اديته مش بس مستحقات السنة دي والسنة الجاية مش من جزء من جيبك لكن جزء اكتر من مستحقاته اللي ده المستقبل هي الرعاة وبطوع البس اه طب سعيدني عند الرعاة وبطوع البس كمان ادينا حقي اقولك حاجة ما احنا عليه التزامات ده نادي اعتقد ده الشيخ زايد اي دي الصلاة المغطاة اي اعتقد الشيخ زايد اه الشيخ زايد انت شفت البلكونة بتاعت بيتك اه ودي على وشك انا دي قدامي تحديدا انا انت شفت البلكونة بتاعتك انا انا عايز اقولك ان المقاولين ده منهم حاجات طبعة للدولة الهيئة الهندسية هو ده بق اه اذا كانت الدولة الشركات المنفذة ليها فلوس عندنا ليها فلوس طيب ما الشركات الرعية او حتى حتى وزارة الشباب والرياضة لانه تساعدنا ليه ده الشركات الرعية حتى وزارة الشباب والرياضة جزء من دورها الرئيسي دعم الاندية على ملاعبش قوات ازاي تقدر تطور وتنشي البنية التحتية الخاصة بيها وزي ما المهانسة عادل اشار انه ده حصل للاهل وللزا مالك من قبل ايام المهانسة خلد ابعزيد ومؤكد الدكتور اشرف صبحي يعي هذا الدور المهم للنادي الاهل حضرتك يا سيد الوزير وجه هذا الدعم الانشاء مباشرة الى الهيئة الهندسية في القوات المسلحة احنا بينه ناشده ان يساعدنا ان ندفع التزاماتنا مش عايزين فلوس تخش النادي الاهل حتى تسدد للهيئة الهندسية عشان الناس جهد من مستحقاتها تجاه النادي للوفاء بالالتزامات الكبيرة جدا في هذه البناء عشان الناس تكمل شغل هم برضو هما عندهم مستحقاتوا عليهم التزامات طبعا ما اقول ده مش هشتغلك لسواد عيونه لكن ما يبقاش ديك فلوس وانت مش عارف تسدد التزامات لين 10 و 10 مليون جنيه يعني فيه حاجات بسيطة حاجات بسيطة جدا اه انا كسبت بطولة افريقيا كسبت مش عارف ايه كسبت بعض البطولات الافريقية الوزارات بتدي مكافآت دعم للنادي الدعم ده دي مكافأة اداء لان بتلعب باسمه مصر انت يعني يعني بتحقق شيء كل هتقول الليحة والاعراف لكن عندما العرف يستمر والبطولات تستمر ويكون الصرف مستمر لم يحدث غير مرة واحدة اهي من كابتن طهر ابو زيد انه منع الجائزة بتاعت بطولة افريقيا عن النادي القالي وكان لها اسبابها الشخصية لكن دلوقتي احنا بنناشط سيد وزير الشباب يعني اي حاجة تيجي دلوقتي كسيولة هتساعد النادي الاهلي انه يلحق يخلص ويلحق المنشآت دي تستكمل لصالح النشأ والاعضاء وحتى الرياضة المصرية وهو الكلام الحقيقي يا جماعة حتى في جزئية الدور والمسؤولية والحقوق المعطلة احنا بنتكلم على حقوق الاهلي لما يأدي ياخد البطولة الافريقية التاسعة وياخد العشرة ولا يعان او يكافأ من قبل الرزارة في الوقت اللي المهندس حسن صار اللي الناس بتذكره بكل خير ومن تلاها الحياة حتى المهندس خيال دعب عزيز فضلوا حرسين على دعم الاهلي انشائيا ومكافأته افريقيا لما بيحقق بطولة وده مش للاهلي بس لما الزمانك ياخد بطولة قرية لما بيرامز يقطع مشوارا في البطولة الافريقية بيبقى فيه اعانة لدعم مسيرة هذا الفريق وده بيحصل في كل الظروف في كل الدول حتى الافريقية والعربية انت في النهاية بتمثل بلدك بتسعد جماهيرك بتحقق القاب فلما الاهلي حقق التاسعة والعشرة ولا يكافأ لا لعبوه ولا ادارته لا يبقى الكلام للوزير الدكتور اشرف صبحي هنا تحتها خطر شوائع على فكرة عشان برضو للانصاف الراجل لم يتوانى ان يكون موجود باستمرار في اللحظات المهمة لنادي الهي ومتفاعل ويشيد وهو اكتر واحد شايف عن قربه ومستوعب ربما الاجراء الروتيني يكون متعسر نظرة نظرة كده تستعجلنا الامور علشان الحقيقة لانه الحقيقة يعني الالعاب انا قلتلك الالعاب الفردي حوالي 140-150 لعب والعب الالعاب الجماعية حوالي 60-70 غير كرة القدم في المراحل السنية المختلفة غير كرة القدم ده كرة القدم دي الوحدي يعني موضوع تاني فاحنا عايزين عشان النادي يستمر في رسالته بإذن الله ان ما يبعش ان يوحد حقوقه بيخ انك انت بعليك فلوس وانت ليك فلوس اه ليه فلوس كتيرة يعني انا بالعكس انا ممكن نلجأ للوزارة قلوهم يدعمونا احنا ما عندناش ملناش مستحقات بس علينا التزامات في البنية التحتية اه بص وانت ممكن تدعمني في منشاقة انا مش بص انا الاوان ان الدولة فعلا مواردة تبقى في المنشاقات مش في حاجة تانية وتوجه الاعانة للجهة المنفذة مواشرة اه ابعث للاهاية الهندسية ابعث لك المستخلص ودوله المستخلصات بس بس سدد للاهاية الهندسية مستحقاتها الطرف اننا ده فريق اليد اللي فاز ببطولة افريقيا مؤخرا وزي ما يعني الناس ما تعرفش انه النادي الاهلي بيرعى من الرياضيين اكتر من خمس تلاف رياضي بصوا الدور حاج مؤدية اكتر من خمس تلاف رياضي في مختلف الالعاب بيرعاهم النادي الاهلي بينهم العناصر الدولية في كل الالعاب تقريبا النسبة الاعمة والاغلب فيه العاب قائمة على ابناء النادي الاهلي وده ليس منا ولا سلوى من النادي الاهلي ده الدور الطبيعي اللي بيقديه بس لما يقديه حقه ياخد مستحقاته عشان يقدر يافب التزاماته التزاماته تجاه لعبته وتجاه منشآته لانه فعلا هنشوف دلوقتي جانب من هذه المنشآت اللي اعتقد جازما انه ما في نادي خلال الاربع سنوات اللي انقضت نفذ اجندة انشائية في دعم البنى التحتية الرياضية في مصر اكتر ما فعل النادي الاهلي ومجلس دارته اظن لو تابعنا الكل مش هنلاقي في نادي اشتغل في الاربع افرع تقريبا انجز بشكل شبه كامل فرع التجمع الخامس خلال هذه الدورة فقط طور الجزيرة على افضل مستوى وصل مدينة نصر الى ابها صورة وافضل منشآتها وشغال في الشيخ زايد بالشكل الكبير الشامل صلاة لما تشوفوا صلاة الجنباز وصلاة الالعاب الاخرى والكراتيه اللي بتنشأ في الشيخ زايد مفرخة ابطال جديدة عشان كده لما اجي اقول انه فيه 27 لاعب ولاعبة من ابناء النادي الالي في منتخب الكراتيه اللعبة اللي دخلت الاجندة الاولمبية وجيانا فروحة قتلنا فيها ميداليا فضية ده مش منفراغ او برونزية ده مش منفراغ عندك معمل تفريخ لكل هذه الالعاب ده اللي النادي الالي بيقوم بيه وبيقديه يبقى مستحقات النادي عشان يقدر فعلا يستكمل هذا الدور ويفيد المنتخبات الوطنية بالرسالة اللي هو بيقديها خاصة ما يتعلق بالبناء التحتية اللي المهند سعدل اشار اليها دعم البناء التحتية دعم الصلاة والملاعب دعم المنشآت عشان فعلا النادي يقدر يقدي دوره لان احنا حتى لما بنتكلم على الانشآت الرياضية او الدور الرياضي او الاجندة الرياضية اللي فيها اكتر من 5000 رياضي لا يفوتنا الدور الاجتماعي المهم ما انت عندك في مسئولية رعايتك الاجتماعية اكتر من 300 الف اسرة بترتاد مقرات النادي المختلفة دورك في تهزيب سلوك الشباب دورك في تربية النشء دورك في دعم القيم الرياضية ودعم الاحساس الوطني لدى كل هذه الاسر وابنائها ده دور اجتماعي ورياضي مهم جدا النادي بيقديه في كل مقراته يبقى فعلا الحديث عن هذه المستحقات اللي محتاجة انها تؤدى علشان تقدر تدعم فعلا هذا الدور والمسئولية الوطنية يعني هي منشدة وبإذن الله يعني انا متأكد ان انا حتاجي صداها لان انت مش عايز حاجة انت عايز تخلص شغلك وعايز ان نستخد حقوق مش اكتر من كده ولديك مستحقات واذا كان هناك بعض المكافآت يعني مشكورا ساد الوزير بإذن الله بس اديها النعم الوقت البسيط اللي يكون فعون مشغولياته يعني انما بإذن الله يجد وقت يقدر يعني يبوص النادي الآلي كده ربع ساعي خلص المشكل دي بإذن الله على فكرة حتى الدور الكبير اللي الله اللي بيلعبه كتير لما بيستلفت نظر واهتمام كبار الكتاب والمفكرين يمكن استوقفنا الدكتور عبد منام سعيد المفكر السياسي الكبير في مقالته في المصر اليوم بالأمس ليفربول والأهلي ولما عبد منام سعيد او الدكتور عبد منام سعيد مع حفظ الألقاب يهتم بظاهرة رياضية اجتماعية مؤسرة في حركة المجتمع اعرفوا ان دي مسألة مهمة جدا يتحدث الدكتور عبد منام سعيد رابطا بين ليفربول والأهلي ودور كل منهم في اسعاد جمهوره وايضا في تجاوز كبواته وبيقول انه اللي حصل لليفربول حصل للأهلي انه ما فيه فريق هيحقق كل هذه البطولات الا لما الكرفة بتاعه او المؤشر ينزل ينزل عشان يعاود الصعود مرة تانية وفقا لحركة النشاط الرياضي او الانسان الطبيعي فبيربط بين الاثنين الدكتور عبد منام سعيد في المصر اليوم بقول فيما سوف يأتي قد يكون متقدمة عن هو معتاد وهو ان ما نحن بصدده هو الرياضة المصرية وليس كرة القدم والتحديث والتقدم في مصر وليس الاندية والدافع لهذه النظرة هو الاعتخاد ان مصر في مرحلة من التحول الشامل الذي يضع كل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في منظومة الانتقال بالدولة كلها من صفوف الدول النامية الى عالم الدول المتقدمة ما شجعني على هذا التوجه اكثر كان حضوره ندوة خاصة بالاتحاد الثقافة الرياضية حول الاعلام المصري بين المهنية والترند السيد اشرف محمود رئيس الاتحاد المصر للثقافة الرياضية بيشير الدكتور عبد المنم سعيد على ما حدث فيها ثم يعاود الحديث عن الاهلي وليفربول مقارنا بين الاتنين واللي حصل فيهم ومؤكدا على انه مؤكد ان مثل هذه الاندية الكبيرة سرعان ما تعاود التقدم من جديد ده كان اهم ما تطرق اليه الدكتور عبد المنم سعيد في مقالاته اللي قلت لحضراتكو عليها عشان يأكد على دور الاهل المهم في خدمة مجتمعه ووطني ده كان ابرز ما في الغربال هنطلع لفاصل بس بعد الفاصل في ناس هتتمسك من عضمة لسانه